ثورة متى تدخل في مرحلة الحسم ما الخطوات التي يجب اتخاذها الآن أو السير بموجبها أو العمل وفقاً لها حتى ننتهي من هذه الصفحة أما إذا بقيت تنتظر السلطة أو الأحزاب اللي بالسلطة فهذه لات لن تعطيك شيء هذا واحد شوف هذا القرار المحلي بس مرة راح نحكي لبعض عبالة يكون ناس تتغنى بالمفاهم السياسية ومتعرف فيها شنية حتى معلأسف بعض الجمهور بس هسه الجمهور صاد جداً واحد أما أن يأتي هذا التحدثنا عن الحل المحلي بشقه شق الأول أنه رئيس الجمهورية الشق الثاني القوات المسلحة أن تلعب دوره لضبط الإيقاع وتترك مساحة الحقيقة لتفاهمات المشروع اللي طرحناه من أول يوم اللي هو الحوار الوطني اللي قائم على ثلاث أضلاع قادة المظاهرات الحقيقيين مو فقد اللي بالتحرير واللي بالحبوبي القادة المفكرين اللي سانده والثورة وغيره وغيره وكثير من الشخصيات هذه موجودة لأنه الشباب ما أقول لك عندهم قصور بالسياسة أو التعاطف السياسة بس هم وظيفتهم وسياسية كيف يتفاوض كيف يشكل كيف مرحلة انتقالية ما هو القانون الأنسب إلى آخره تعرف هذه إجراءات عميقة فالقادة من المحامين والدكاترة وإسادة الجامعات ذول موجودين يعني أنت تطرح في فكرة بناء الجسد نعم بناء جسد الثورة ومن خلال هذا الطرف الأول طرف ما تبقى من العملية السياسية ممثلا برئاسة الجمهورية لأن رئاسة الوزراء مستقيلة ومنتهية والثالث الحقيقة هو كل الأطراف والطيف اللي معترض على العملية السياسية وإذا ما قدرنا نسويه نبدله بالجسد النقابي المهني هذولا الثلاث أطراف مو صعبة صارت بالسودان ذاك اليوم وحله تقعد هالثلاث أطراف في مؤتمر اسمه اللقاء الوطني يرسموا خارط الطريق لمدة سنتين هذه خارط الطريق نختار بها أي شخص تنطبق عليها المواصفات اللي رادها الشعب هذا طبعا ما راح يجي لأنه القوة السياسية راح تظل للحظة الأخيرة قبل لحظة السحل هي تراهن على البقاء خليها أوضحك يا أستاذ نجيم وهذه تحصل دائما على كل الطغات يعني يبقى للحظة الأخيرة تقول لي أبتر انتهت ترقامت بعد ما بيها مجال يقول لك لا أنت مجنون أنت معرف إيش أنت جوكر أنت معرف هاي المسميات عيب حتى يطلقها سياسي فبالتالي شي يسوي ما يصدق هذا الأمر يأتي الأمر الإلهي الأمر الإلهي طبعا ينساق مع الحق ومع الشعب العراقي دائما ثانيا يأتي الأمر الدولي كما هذا شبت اليوم مثلا ما حصل في قضية ليبيا تجتمع الدول تقرض في العراق حالة اختصاص أمريكية وكان معها مشترك إيراني الآن إيران فيه تراجع تام وفيه تخلي اللي يتحدث نفيان شير الخابس أنا وياك في بغداد أنه إيران سوف تخلى عن هذه المجموعات صح أو لا موصح تبقى أمريكا أمريكا البعض رح يقول لك احتلال ما هي موجودة شعلها بثورة التشرين لها علاقة بالله عليك ثورة التشرين هي أجابة الأمريكان وحدة من المطالبة الظاطئة ثورة وطنية خالصة عراقية لا الوجود الأمريكي في العراق شنو علاقته بثورة التشرين الوجود الأمريكي شرع عندك الحكومة العراقية في عام 2014 حتى يفهمون الناس حتى يفهمون الناس وأنا أقولها الآن على الهواء مباشرة لا نتشرف بالانتماء لا الأمريكا ولا الإيران وغيرا لهذا يكون مسألة هذا الوجود جابكم للسلطة فإذا أنتم الطالبين بخروجه من الإنصاف أنتم تخرجوا معه مو هذا الإنصاف له غيره هذا الإنصاف له أو لا تمام يعني أنت يا أمريكا والأنقاف رفعيها وروح الله وياك مو صحيح هذا الأمر الآن الشعب العراقي سوف يشكل حكمه الوطني شنو إذا يتعاملوا ويتفاهموا الأمريكان على وجودهم على أعمار العراق على أي شيء آخر في مصلحة العراق إحنا نقررها مو يجي إيراني يؤمر عليه يقول إيش السوي إيش السوي حتى يحقق مصالحه أو يجي تركيا أو يجي ما عرف إيش هذه القضية انتهت اليوم الأمريكان يتحمل مسؤولية تاريخية هذه الطبقة السياسية الموجودة هو منتجه منتج الاحتلال وما حد يناقش هذا الموضوع يردوني لغمطون التاريخ وتاري يجي يقول لك إرهاب وتاري يقول لك داعش هاي كلها منتجاتكم يعني مو منتجات غريبة عن أوضاعكم السياسية الشاذة اللي قدرتم فيها البلاد لذلك التفاهم مع الأمريكان هو ليس عيبا لأن هو موجود قوة موجودة ما تقدر أن تزيح بهذه الفوضى انت ليش تعيرني بعارك بل ضبط وانت جبتهم انت صديقهم انت جبتهم واستفادت منهم انت اتفقت ويهم بالاتفاقية وانت سوت لهم بالبرلمان وانت استفادت منهم أنا أريد أن أمريكان بما أنه سووا يتشب البلد احتلوا البلد دمروا البلد مثل ما هذا وسووا وجابوا هاي الطبقة السياسية اللي عملت على تجريف كل القوى الوطنية وتجريف كل الأوضاع الممتازة في البلاد وتخربت البناء التحتية وصار أرهاب وداعش وطائفية وتمزيق الهوية الوطنية هاي الأوضاع غير حصلت بـ 17 سنة وتشريد وتهجير ومخطوفين ومغيبين هذول ما حد يحكي به هم المغيبين الخطيئة فهذا 17 ألف على الساس المو عراقيين إذا تحكي لك صار هذا داعشي طائفي لك باب هذا عراقي إذا مجرم روح حاكمة صار له مصحة وعدمة أما إذا مواطن بريء شنو انت ماخذة ماخذت ميليشيا ضامت بكربلة مدري وين تتعرف هاي القصة لا أستاذ نجب هاي مؤلمة أكثر من 17 ألف ناقشناها كثيرا بوسائل يعني اللي يدافع عن العراق لو يسموه طائفي لو يسموه عميل تشافه الشغلة دافع عن إيران يسموك وطني شنو هذا الحكم هذا الفاشل فلذلك أمريكا أخي أمريكا وجود الثورة جزء من مرتكزاتها الحقيقة إنه كيفية التعاطي مع الوضع الأمريكي والدولي لأن إحنا أخفقنا في تلك المرحلة أما تكونوا عملاء خساء لدول وتبيعوا القضية العراقية لهم أو إنه ما تقبلون بالشرف الوطني الشرف الوطني اليوم يحتم وحدة من أهم مرتكزات الثورة التعاطي مع الوجود الأجنبي وتحميله هاي المسؤوليات وبالتالي هل سيقول لك من يقدر إحنا لأمريكا نخليها تتحمل المسؤولية لا نعم تتحمل المسؤولية أمريكا دولة عظمة مو بكيفية وبكيفية تتحمل المسؤولية التاريخية وتعوض العراقيين عما صار في العراق بصراحة